اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخير إن شاء الله شو سير مع ام وليد شو فيه شو القصة هذا يا سيدي عم تسألني على الأوضاع قال عم تسمع بالتلفزيون إنه كل الناس عم ترجع فبدها تتأكد وتطمن لأنهم عم يفكروا بالرجعة شلون 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 عم يفكروا بالرجعة لكن في حدا بيوصل لهولندا وبفكر بالرجعة شو ابو فاكر هلأ غيرت رأيات لك لا ما غيرت رأيي وأنا مستحيل اطلع من هالبلاد بس أنا عم بيحكي على الناس اللي طلعت يعني اللي طلعه مشي حاله وظبط أموره ليش بده يرجع؟ يعني والله ما اللي فهماني عليك انت ضد الطلعة وضد الرجعة شلون زابطة معك هاي؟ عادي زابطة أنا ماني مع انو الواحد يضيع سنين عمره وهو عم يستقر ويتأقلم ويجرب ويبطيخ يعني جارتنا ام وليد قدي أخدت معا وقت لحتى حست انه متأقلمة ومستقرة بهولندا؟ شي ثلاثة سنين وقدي صدق طالع من البلد؟ رح يصر له ستة سنين وهلأ اذا رجعت رح تلاقي البلد مثل ما كانت؟ اكيد لا كل شي بالبلد تغير حتى الناس تغيرت تمام يعني رح ترجع تقضي لها كمان كم سنة وهي عم تتأقلم مع وضع البلد الجديد وهيك بتكون ضيعت لها سبعة من تسع عشر سنين وهي عم تستقر وتتأقلم هدول السنين عم يلقع من عمره وعمر ولاده مظبوط ولا لا؟ اي والله الحق معك وغير هيك اصلا مين قال انو البلد خرج رجعة؟ على كل حال انا قلت له لا تاخدي بحكي التلفزيون وضع البلد اسوأ من الاول وزا كنا مقموعين من النظام فهلأ مقموعين من النظام والروس والايرانيين وحزب الله والف جهة وجهة قال ترجع قال لكن اللي ما طلع من البلد وقاعد هون ما انو عارفان كيف دويت اقلم مع هالوضوع كيف اللي طلع وشاف وعاش ايه بعين الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا